طب قولي يا فنم هل فيه اعراض مصاحبة لجي ان وان ده مختلفة عن الاعراض السابقة لا طبعا مفيش لانه انا حقول لحضرتك على حاجة يا هبين الاعراض الجهاز التنفسي كله غالبا واحدة وده اللي بيخلي الناس بتخاف لانه بتفتكر اي واحد جاي لقون انا حقول لك على حاجة بالمناسبة انا مش عايز الناس تخاف بالجي ان وان لانه اعراضه اخف من اللي فات يعني يمكن تبقى زي اللي الفرونزة وقال يعني الجه ان وان لم يصبح البعبع بتاع كوفيد القديم مع انه فرع منه وتفرع منه لكن معادش البعبع لكن ده مش معنى ان احنا نسيبه لان احنا لا ننصح اطلاقا انك تسيب حتى البرد العادي ما تقدرش تسيبه لان كبار السن لو عنده برد بيتأثر البرد العادي حتى مش ماقول لازلة البرد مش ماقول الفرونزة لان الفرونزة في كبار السن في مرضى السكر في مرضى القلب في مرضى السرطان بيسموها عامل خطورة الفرونزة العادية لازلة البرد عامل خطورة فبالطبع كوفيد في الفئات المعرضة للمخاطر دي عامل خطورة مش معنا الكلامين بقول اطمنوا كلنا ان احنا يعني نستحطر او ما ناخدش بالاجرات الوقاية اطلاقا الاهم حاجة ان احنا ناخد اجرات وقاية ونبقى عارفين الحمد لله انه ده اقل في الخطورة وما نخافش ما بيوديش العناية المركزة العلاج بتاعه موجود زي العادي زي البروتوكول اللي موجود في مصر اللي التطعيم هو هو وبالتالي الحمد لله لا يوجد ما يدعو الى ان احنا نخاف او نهلع زي اللي فات اطلاقا مش موجود الكلام ده طيب بالنسبة لبعض التصريحات اللي قالت ان هو بيحمل تفرات جينية هل ده طبيعي ولا ده حاجة تخصه ده طبيعي جدا في اي فيروس من اي فيروسات الطبيعي حضرتك انت كبشر مش بتحاول تقوم الفلونزة وبتحاول تقوم البرد وبتحاول تقوم الشمس الكبيرة الفيروس زي وزيك وزي وزيه الفيروس عايز يقاوم التطعيمات وعايز يقاوم قدرة حضرتك ومنعت حضرتك وبالتالي من الطبيعي جدا ان الفيروس بيتطور تلقى يمكن كل يوم لكن فيه تطورات خفيفة شوية وفيه ميوتاشن بتبقى طفرة طفرة جبدا طيب هل التصريح او التحذير بتاع منظمة الصحة العالمية انا بصراحة عندي تصور خاصي ممكن قلتوا لساعتك قبل كده في الزوم انه يعني بسبب اتهام منظمة الصحة العالمية في الاول كوفيد 19 انها خبت معلومات واواوا بقت تفزع الناس على الفضية والمليانة واحتمال وارد انا اقول لك على حاجة الاول الاول خلونا اليام دي انا من اشد المعجبين منظمة الصحة العالمية وبالذات الدكتور احمد المنظري المدير بتاعها اللي معرفت على الريجونال بتاع الامبرو حاجة تفرح فوقفتهم مع غزة حقيقة ووقفتهم مع التدمير والتهجير والقنابل والابادة الجماعية والجينوسايد ده حاجة تفرح المنظمة وبالتالي انا هارفع القبرة على المنظمة وحسقف لها لكن ومع هذا انا بقول فيه كوبيد قد يكون زي بحضرت تفضلك وقد يكون دايما انا بقول ايه بقول لازم المنظمة وقلتها لكبار القيادين في المنظمة ان لازم المنظمة تفرق بين الهلع الكلام للعامة وكلامها للمتخصصين بتوقع الفيرولوجي وبتوقع الصحة العامة فالمطلع اقول دلوقتي جي انوان يمثل قلق واقولها في التلفزيون هتقفل البلاد وتغلق التجارة وتقفل الحدود ده معناها ان انا كهيئة طبية عظمة في العالم ما عنديش حلول انا لازم لازم من هنا بخاطب الكبار القيادين ومنهم اصدقاء حاجة علماء كبار جدا ان احنا لازم يبقى الريسك اناليسيس بتاعنا بتاع مخاطبة العامة مختلف شوية عن المخاطبة داخل الجدرات المغلقة للعلماء والخبراء بتوع المتخصصين في هلاك كوفيد لانه بيتغير وينعكس على الاقتصاد وينعكس على الفقر وينعكس كمان على الحالة النفسية المواطن نفسه بينزل شغله بقاني احساس يعني بالضبط طب عايز اسأل حضرتك هل تم اكتشاف نسبة معينة في مصر لا لا صراحة لا اعتقده ويمكن لانه دلوقتي مش مصر بس يعني اغلب بلاد العالم دلوقتي انت شان تكتشف نسبة لازم تكون بتحلل ايوه صحيح ما عادش حد بيمنع حد يخش لمجرد انه عنده الفيروس البعيف ده هو انفلوزة بيت انفلوزة دلوقتي بيتمرد وبالتالي ما فيش نظام مش مصر ما فيش نظام في العالم كله قادر انه يتفاعل مع زي حصل كوفيد الاولاني ولا هتمنع وتقفى للحدود ولا هتقنق زي الاول لكن اكرر في كل مرة ده مش معناه ان احنا نتهاون لانه على المستوى الفردي قد يكون حضرتك او انا معرض بالمخاطر قد يكون انا مثلا عندي سكر او عندي قلب او فوق الخمسة او امراض تنفسية وبالتالي خاصة ان وسائل الوقاية معروفة وكلنا حفضاها والتطعيم موجود وكلنا عارفينه وبالتالي مش معناه سهولة على المجتمع يعني المرض لا يسبب خلق للمجتمع لكن قد يسبب خلق فنانده بعينه يعني قد يسبب خلق لي انا شخصيا وبالتالي لا يمكن اتهاون لدي صحتي احنا بنقول مثلا ونفرض خطورته واحد في المية او اقل بالمناسبة قد يكون اقل من واحد في المية بالمناسبة يعني مثلا على سبيل المثال سبعة مليار او سبعمائة مليون اصيبوا بكوفيد سبعة مليون باتوا يعني واحد في المية ده اقل كتير في الخطورة من كوفيد وبالتالي قد يكون نصف في المية او اقل كمان وبالتالي خطورته قد قد يكون اقل قريب من فرنزا ومع هذا طب حضرتك حتى تساهل ممكن أنت في الواحد في المية أو النص في المية يعني أنت لا يمكن حضرتك تقبل أو أنا أقبل أن أكون رقم في الوفيات لا يمكن أنا مش رقم أبويا مش رقم أختي مش رقم لازم لازم حضرتك نتبع الإجراءات الوقائية لأنني مش عايز أبقى رقم في عدد الوفيات وعدين لما نكون إحنا شعب 105 مليون غير 10 مليون ضيوف يبقى إحنا بنتكلم في مليون وشوية فموضوع مش سهل كده وبالتالي زي ما بقول لحضرتك دايماً اطمم لأنه فعلاً علمياً مش بنقول كده اطمم دبلوماسي ولا لا 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 كلام بالعلم أقل قدرة على إحداث إصابات أقل قدرة على إحداث والاحتياطات هي هي الاحتياطات هي هي لكن قدرته على الانتشار واسعة على سبيل المثال من 11 أسبوع كان 1% في أمريكا نعم ده وصل 39 أو 40 في المياه ولا في مشاكل بالمناسبة علمياً هناك بيجيبوا الجراف كده الجراف يحطوا زيادة الحالات مع زيادة الدخول للعناية المركزة مفيش أي زيادة مفيش من 1% أو 2% من سبتمبر حوالي 40 في المياه لا 40 في المياه ولا متحته الزيادات في الدخول للعناية المركزة فيه انتشار ولكن الحمد لله الفيريونس بتاعته مفيش كمان ضغط على المنظومة الصحية نتكرر تاني نتطلم ولكن ولكن على المستوى الفردي لا تقبل أنه يكون حضرتك رقم ممكن يروح للعناية المركزة أو رقم للوفيات أخيراً يا دكتور يعني الحالة النفسية أخيراً ليه أنت قلت لي اللقاء خلصوا خلصوا لا يا هام لا ده مع حضرتك جميلة رب مني يخلي أخيراً عايزة أسأل حضرتك عن الحالة النفسية اللي هي لما بتسوق لأي سبب لخبر غلط لشائعة زي ما حضرتك كده قلت تحليل الخطر للعوام غير المتخصية ده مهم جداً هل ده فعلاً بيقلل فعلاً المناعة في الأمراض دي كمان الأمراض التنفسية دي في حاجة بيسابوها دليم دي طالع بوضة كده كل 10 سنين يطلعوا بوضة جميلة يعني في الطب يسابوها طب نمط الحياة طب نمط الحياة ده يجب لك الحاجات الطبيعية اللي ممكن تزود ملعتك من ضمنها عدم القلق من ضمنها أن حضرتك تعرف تتعامل مع الاسترخاء وتعرف ديارة الاسترخاء وتتفاعل مع الضغوط بطريقة علمية تنام كويس 7-8 ساعات بالمناسبة إنهم أحد الست محاور الأساسية لطب نمط الحياة الاسترس من ضمنهم معالجة الضغوط منع التدخين السمنة الرياضة دي حاجات طبيعية ربنا عملها فينا بتقاوم فعلا بتزود المناعة وبالتالي تقدر تقلل خطورة الأبراض أو خطورة سواء الفيروسات أو البكترية وبالتالي بناشد كل اللي بيشوفونا في قناة الكاتدرية الجميلة دي إن احنا لازم نحاول نشوف الإجراءات الطبيعية لن تكلفنا شيء ولن تتعبنا وحتفيدك في كل حاجة ده حتفيدك في الويل بيج نفسه وفي شعورك بالإحساس وشعورك إحساس الجميل وإن أنت قادر وإن أنت صحي وتحس كده صحي فريش كده وكمان تزود قدرتك على محاربة البكترية ومحاربة الفيروسات اللي منضبنها كوفيد واللي منضبنها جي إن وان ترجمة نانسي قنقر